برنامج الأسلحة الباليستية الإيرانية يشغل إسرائيل والغرب ووفق معلومات جديدة لمركز ألمى الإسرائيلي للأبحاث الأمنية تتخذ إيران من واد في ضواحي مدينة كرامنشا مقراً لبناء ترسانتها من صواريخ قيام الباليستية المقر المعلن عنه يتبع للحرس الثوري الإيراني ووفق رواية الإسرائيلية ويقول المركز إن الوادي يضم عشرات المخابئ للصواريخ في قاعدة محاطة بالجبال يتخطى عددها الستين كما يوجد ثمانون مخبئاً في موقع يسمى السلالم الخمسة ويرجح أن هذه المخابئ تضم ترسانة من صواريخ قيام وفاتح ويستعرض فيديو نشره موقع ألم للأبحاث انتشار مضادات جوية على مرتفعات في محيط الوادي يثير برنامج الأسلحة الباليستية الإيرانية قلق الغرب بالقدر نفسه الذي يثيره برنامجها النووي ووفق الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة وانتهكت طهران بنوده من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران الباليستية في الثامن عشر من أكتوبر المقبل لكن يبدو أن القوى الكبرى التي لا تزال طرفاً في الاتفاق تتمسك بالإبقاء على هذه العقوبات